السلام عليكم شونكم طلابنا العزاء انتم عرفتوا بالدرس السابق اخذنا الحروب اليونانية الاخمينية قلنا سببها الرئيسي احتلال بلاد يونان من قبل الاخمينيين في عهد الملك دار الاول واخذنا تعريف سهل ماراثون قلنا هي معركة دارت بين اليونانيين والاخمينيين وانتهت بالتصار اليونانيين وهزيمة الاخمينيين اخذنا تعريف بلاطية معركة هم دارت بين اليونانيين والاخمينيين وانتهت بانتصار اليونانيين على الاخمينيين قلنا هذا الملك شهد فترة حكمه ازدهار العلاقات السلمية بين ايران ويونان منه هذا الملك ارتحتشته الاول قلنا ارتحتشته الثاني نجا الملك ارتحتشته الثاني من محاولة اغتيال دبرها اخوه الصغير والذي كان حاكم دولة ليديا في اناظول في حفل تتويج بمعبد مدينة بازر كادة الا ان المحاولة فشلت على رغم من انه غفر لاخيه فعلته الا ان الامير الشاب كان مصر على عدائه للملك الجديد عادة ثانية على رأس جيش كبير من المرتزق الاغريق اليونانيين عرفت بحملة عشرة الاف جندي اغريقي باسم زينفون قادة جموع اليونانيين بعد فشل المحاولة انتصارا ارتحتشته وادى الى مقتل كورج دار الثالث هو اخر ملوك الاخمينيين اللي انهزم امام جيش الاسكندر المقدوني في معركة جوجاميلة التي وقعت قرب من اربيل اليوم رح ناخذ هالمرة ايران في احد الفرثيين الاشغانيين تزاعم الاخوان منهم الاخوان انتو تقولون ارشاك وترادايتز جموع القبائل الفرثية في اقليم وين قلنا فارثو خرسان الحالية وتم السيطرة على الاقليم وقتل حاكم السلوقي هناك لكن احدى الاخوين ارشاك قتل في معارك دموية لاحقا الا انترادايتز اخذ اسم ارشاك ثم اصبح الاسم لقبا للأسرة الحاكمة فاصبح ترادايتز الحاكم الفعلي الوحيد للفرثيين بعد سيطرت على اقليم وين قلنا فارثو خرسان تمكن من اغضاع الاقاليم اللي تقع جنوب بحر القزوين ولم يقفوا الفرثيين عند هذا الحاد ان ضعف سلطة سلوقية سيطروا على غرب الايران بالاضافة الى بلاد ميديا يعني كردستان بالاضافة الى خوزستان زين والعراق وكامل اراضي كردستان نظرا لتلك المساحة وسعة هاي الامبراطورية جعلوا مدينة اقباطانة همدان العاصمة الصيفية لهم ومدينة طيصفون قلنا مدينة طيصفون هذه المدينة وين تقع؟ تقع هنا بالضبط هي العاصمة الشتوية لهم زين هسا رح ناخد متريدايس الاول قلنا اتسعت رقعة الدولة الفرثية في عهد منه متريدايس الاول لانه شملت يا بلاد تقولون شملت بلاد بابل وايضا قلنا شملت بلاد ميديا ويقصد به كردستان وايضا شملت بلاد وين قلنا انتو همين سمعتوا بلاد فارس زين هسا رح نقول بنى الفرثيون مدينة طيصفون قلنا هذه المدينة مقابل المدينة السلوقية كانت عاصمة السلوقين تقع الضفة الشرقية لنهر دجلة اذا قلنا يعتبر مؤسس الحقيقي للامبراطورية الفرثية منه انتو تقولون متريدايس الاول اختار لنفسه لقب هذا اللقب كان اسمه ملك الملوك بالاضافة الى الهيلينية زين هسا رح ناخذ الحروب والاشغانية زين السلوقية كان السلوقيين قلنا في شنو في محاولة مستمرة لعادة السيطرة على الاقاليم اللي احتلها الفرثيون خاصة في عهد الملك انتو يوخيس انتو يوخيس قاد حملة عسكرية كبيرة على الاقاليم الشرقية بعد ثلاث معارك كبيرة استطاع ان يهزم الفرثيين والسيطرة على مدينة اكباتانا همدان بعدها فراهاتس عندما جاء للعرش الملكي الفرثي طلب من السلوقيين عقد معاهدة صلوح ان السلوقيين رفضوا ذلك قام فراهاتس بالتحريض سكان المدن والاقاليم للقيام بالثورة ضد الحكم السلوقي لذلك قام بنفسه على رئيس جيش كبير بالهجوم على مركز حكم انتو يوخيس من ثم قتله بعد معركة كبيرة واسر عدد كبير من جنوده تعرضت الدولة السلوقية الى خطرين خطر الفرثي اللي كان في الشرق وخطر الروماني في الغرب هسا نقول متريديس الثاني مرت الدولة الفرثية بعهدة بفترة من الضعف نتيجة للتعرفها في جهتها الشرقية لهجمات قبائل الساكر حين نزحت هذه القبائل البدوية المهاجرة على الاراضي الايرانية بعد عدة معارك تمكنوا من فرض شنو قلنا قبضتهم على بعض اجزاء ايران ثم قتل الملك فراهاتس في احدى هذه المعارك لكن جاء الى الحكم الفرثي احدى ملوك الاقوياء اللي كان اسمه متريديس الثاني كان قائد فذ وقوي وضع حد للتدهور نجح في حل مشكلة قبائل الساكة ويعادة جميع الاقاليم والولايات للسيطرة الفرثية وامام هذه الانتصارات لقبوه بملك الملوك العظيم اهتم بالشؤون الاقتصادية في مقدمة التجارة التي كانت تنساب من بلاد ايران قلنا الى وين الى تركستان الصينية واخذ طريق حرير وين قلنا حرير بالازدهار اللي يقع هنا قلنا اخذ هذا الطريق بالازدهار طريق حرير يمر من كردستان الى قارة اوروبا وطبعا انتهت هذه الايام بوفاة الملك متريدايت الثاني هذا درسكم لهذا اليوم ونشكركم على كل جهودكم المذولة